آخر في النخبة السياسية للمفروض أنها تصد الإنقلاب وتوقف في جبهة صد الإنقلاب هو الاتحاد العام تنسي الشغل اللي اليوم مناش فهمين الموقف انتع ورغم الإجراءات ورغم الوثائق المستربة بأنه الرئيس قيسعاد وحكومته اليوم قد تستجيب لشروط صندوق سندوق الدولي وصندوق النقد الدولي خصوصا وهي الشروط المرفوضة أصلا من الاتحاد العام تنسي الشغل لكن إلى حد الآن مشوفناش موقف حاسم من الاتحاد ليش يرجع حد هو حتى أنتو نقصوا شوية من الاتحاد ومالاتبادة على الاتحاد هي نحكي بشكل عام يقول أنتو هو نحكي شعب تونسي والديموقراطيين التوازن شوف الاتحاب نقابة نقابة مبنوا لكراه صحيح نقابة قديمة وعريقة مثل كل نقابات حتى في فراشة في نقابات عريقة وفي كذا يعني ما نتخش في ال عاد حتى هو توازن وعنده توازنات وعنده الظرف سياسي ما عنده مريديه أو أنصاره أو كذا أو مشاهليه أو نقابة عمره ما كانت ثورية ولا قدمت روحة في التاريخ أن هي قوة ثورية نقابة قوة مطلبية قوة احتجاجية قوة تحسينية للانتهاج لكذا رغم أنه سمت تجارب قامت النقابة نعم طالبين أنتو طالبين أنا ما نحكيش طالبين نحكي على النقابات بشكل عام أنتو طالبين من نوردن تبوب يصير هو زعيم الثورة ياخيه ما عمش يصير زعيم الثورة وبين الجمش والنقابة ما تأهله ومجموعة النقابة هما نقابيين بس ما هيش قوة سياسية ضاربة هي قوة نقابية أو كتيمشوا للانتخابات كل واحد ماش ينتخبوا واحد آخر نوردن تبوبة حتى هو ماد دين وماش ماد دين ولي دين حتى هما نتوجسين منه وخايفين منه والاثنين حتى هو إلى درجة أنه مشى على خط ثلث وصار يبحث على خط ثلث ما هو كل واحد ترميه الضفة هادي ترميه الضفة هادي يبدأ يبحث على خط ثلث يخي أنت تحسيني بالاخرين ماشيين معاه وجد معاهم ممشيش يشكون قلي نوردن تبوبة أولم في مكتبه عنده جارة مع خمسة معارضين ومع قيد سعيد مش حتى معارضين وبره ما عندوش قوة تسنده أيضا ما عندوش قوة يعمل عليها وتسنده وما زال الوقت أيضا غير ناطج وأنا أعتقد أنه تحت شغط سيلع بدور في إسقاط هذة الدكتاتورية إذا استفحلت ديمقاطية سيلع بدور ودور مركزي سيلع لكن إحنا نعرفه لازم نعرفه كيفاش نمشوا مع الاتحاد مش أنه نطلبهم الاتحاد الاتحاد لا ينتظر فيه كيما الغرب هاو ينتظر فيه إذا الشارع تحركت ويشوف مصارحه يعمل أسباني نعم هاي الغرب يشوفك إذا الشارع متحرك والمجتمع المدني متحرك والسياسي المتحركين وصاروا يشكلوا حالا غضب قصوى وصاروا يشكلوا خطورة على مصارح الغرب بش يتعرك يعمل حسب تول في ربع ساعة ويختار القوم بتاعه يكاكل الغرب نحنا ننتظره أشي يصرم بيانات في أمريكا واستصرم بيانات من التعاد الأوروبي ما يعطوا كشي ينسي ورأوا هذيك كل البيانات هذيك يعملوا فيها منشان الضغط على قيس عيد مش مشان يرجع على الديمقراطية منشان ياخذوا اللي يحبوه من تونس يفهموه يا ناس يفهموه هذيك هي السياسة الدولية بلا عليه كانت مسكاته فرنسا من هنا لأجل التشباب وكل ما يقول لا ولا نص لا ولا يمشي مع الجذافي ولا يمشي مع الجزائر ولا كذا يجبونه بملف حقوق الإنسان يضغطوا عليه يركح هو وغيره رأوا الغرب يحب الديكتاتوريين الضعاف معزولين من الشارع ومعزولين من كذا واللي يطربوا منهم هاول توقعت الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وباش يعطي تسهيلات الامريكان تبقى لك الاتفاق على خارج الحلف الأطلس الحلف المميز وباش يعطي اللي يطرب منه سيعطي المهم يخوض منه طبعا لانه ما عندوش سند داخلي انت شمالتها رئيس ديمقراطي رئيس ديمقراطي هي يعني هي اللعبة باش يلعب بها في الليل هي الديمقراطية ليه رئيس ديمقراطي عندي برلمان عندي حزاب عندي مجتمع مدني عندي اعلام عندي قضاء وراه كي نعمل هذا ما يعمل نجمش نعمله لازم يوافق للبرلمان لازم يوافق لي كذا لازم يدخل هذك سند هذك سند كيجي وقلوك وقع تقول لا لا ما نوقعش لازم برلمان هول يوافق لي لازم الأحزاب لازم علامة يكون كذا لازم كذا هما كيشفوك في الزاوية الضغوط كلها اللي ما حصلوش عليه الفرنسوية خلال عشر سنوات هما حصلوا على الكثير كلوا باش يحصلوا عليهم هما وغيرهم